السلام عليكم الإخوة الكرام وتحياتي لكم كنتم نتكونوا في أحسن الأحوال وبخير وعلى خير اليوم معنا جهاز ORX والXPD والجوج اليوم بغيت نشارك معكم واحد المشكل اللي حاليا بدك يوقع المجموعة من الناس اللي عندهم كاشف المعادن للXPD والجوج هاد المشكل هادا وقع المجموعة للأصدقاء ديالي هنايا في إسبانيا وكذلك حتى في المغرب كيف ما كتعرفوا فقناة أنوار ديتك فدائما كتجيب النصائح للناس بخصوص أجهزة الكشف على المعادن وأي حاجة وقعت لنا فنشاركوها معاكم بالنسبة لكاشف المعادن الXPD والجوج الناس اللي عندهم هاد الكاشف هذا فيردوا البال من واحد العطاب اللي بدك يبان حاليا وبصراحة ما بغيتش قاع الناس يوقع لهم هاد المشكل هذا غدي نصحكم واحد النصائح اللي غدي تقوموا بها باش ما تطيحوش في نفس المشكل بتشريو هذيك البياسة اللي خسرت لي اللي هايه هنا يا وتابعوا معايا الفيديو حتى النهاية باش نشوفوا البياسة اللي شريت وكيفاش اه اه حتى تهرست هاد البياسة وشنوية الطارق باش الانسان يحافظ عليها المهم نتقاسموا معاكم جميع الافكار وجميع النصائح تابعوا الفيديو حتى النهاية فكيف ما كتشوفوا جميعا فالبياسة اللي تهرست فهي هادي بياسة اللي كتكون هزت الفازة هنتم كيف ما كتشوفوا معايا فتهرست من هنا لاحظوا كيف ما كتشوفوا فهي من المهرسة من هذه البلاصة وهذه نشرح لكم السبب الرئيسي على شهرست من هذه البلاصة وكيف اشتفادوا هذه المسألة باش ما توقعش ليكم فكيف ما كتشوفوا هذه البلاصة هادي هناك تدخل هنا هناك في هذا الوسط ولكن الجهاز ما كيبقاش محكم قد ندخلوا هذا باو تشوفوا بسم الله ها هي دخلات ولكن اراه في اي حركة يقدر يطيح الجهاز كيبقى الجهاز ما مشتش راسه مزيان المهم السبب الرئيسي لماذا كتشوفوا هذه البلاصة وهو تقل ديال بداء هذا البداء او التلفازة فالإكس بداء والجوج خرجتها على اساس يعني مضاد للصدمات وكذلك انها تدخل تغطس في الماء وبالزاف ديال المميزة اللي فيها هي صلبة صلبة لغاية يعني قوية ولكن كان هذه البلاصة هادي فانك تدخل التلفازة كان بصراحة سميديروها قوية كتر من هادي بالنسبة لياكي نجوج ديالاسباب السبب الاول فالهاوي فمنك تدخل تلفازة في بلاستها فالطريقة ستكون بحالك صحيحة 100% وما يكونش فيها شيء عويجاج ولا شيء خلال باش ما تهررش هذك البلاستيك اللي ضعيفة بالزاف والسبب الثاني فهو هذا فمنك تحط الجهاز في الارض وتبغي تحرك فحاول تبعادي يديك عليها او لا اي حاجة لان في هذه الحالة يلقص الجهاز بأي طريقة فتقدر تهرر هذك الموت ببيت لكاين واللور وصراحة كما قلت لكم فهو ضعيف بزاف انتمنى ان شاء الله يولي ويصاوبوه بشكل صحيح مزيان وبالنسبة الار اكس هذي ديالي والسبب علش انا ما عندي شهد البياسة هذي فانا تلفات لي الصراحة فانا كنحيد هذي حديدة لا تبقى مع العصا مثلا الى بقات هذي اراكبها هنا فهذا العصا هذي تبقى مع هذي لا تفصل ولكن الى حييت يمكن حييت هذي فهذه الحديدة تقدر تخرج كاملة وكتبقى هذي البلاستيك بحدها والجهاز يسهل عليك انك تدير في المحفاظ يعني مجز ودابة سنحل هذي الكارتون اللي في هذه البياسة وكذلك هذه البياسة جدادين و الى اخذت لها الصمطة لان ما عندهاش هذه الصمطة مشي بحل ORX وكذلك واحد الهدية اللي صفتها للصديق ديالي بابلو اللي غنخلي لكم الرقم ديالو في الشاشة بابلو اللي عنده المحل البيعد اجهزة تكشف المعادن في مادريد تقدروا تاخدوا من عنده اي حاجة اوه كيني هدايا اااا اوي والله ما عPM عارف كيني هات الشي قسم بليا ما can عارف كيني هدايا ليال الكوست قبعات الكوست هنا ما شاء الله قبعات الكوست هنا وقميص أول شيء نشكره صديقنا بابلو الذي رسلنا هذه الهدية شكرا بزاف بابلو سوف نقوم بالرقم الهاتف والرقم المحل والأجهزة الكشف على المعادن في مدريد وهذه القبعات سوف نقوم بالإهداء لبعض الأصدقاء الذين معنا في الهواية قبعات رائعة جدا وهذا وهذا هذه القبعات التي قلت لكم هذه القبعات وهنا نرى الصندق كبير ونقوم بأن الصندق كبير والقبعات صغيرة شكرا بابلو وهذه القبعات الأولى وهذه القبعات الثانية سوف نرقبها ونرى كيف تبات المعادن المعادن الSP البعض 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 المعادن بلا صمتة يعني تشراها غير مستعمل هذه الصمتة ونفتح هذا البولون وهذا البولون من هنا ونحييه المهرسة ونقومه كما ترى تركب البولون هنا والبولون هنا وها هي اركبات كما ترى سهلة تركبها ونحييه البلاستيكة وكما ترى فها هي جديدة هذه البلاستيكة فحاولوا عليها بالساف من يريد انسان يدخل الجهاز يدخلها بلويونة لا يحاول فرصة وحتى اللي هنا سنكون وصلنا نهاية الحلقة ما زال ان شاء الله ننزل لكم فيديو على الشرح الكاشف المعادل اكس بي الخصائص ومميزات وكيف يشتغل وان شاء الله نحاول اننا نوصل المعلومات على اجهزة تكاشف المعادل جميع الناس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هو جهاز جد ممتاز حتى حتى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وإلى الحلقة القادمة ان شاء الله السلام عليكم